موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث وحلقة يوم الخميس بقدر المستطاع سنحاول الإجابة عن تساؤلات عبرت معنا خلال الأسبوع أو وليدة اليوم وأحداث اليوم والأمس دعوني في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو لهذا اليوم الدكتور عبدالله عبدالله رئيس لجنة السياسات في المجلس التشريعي تحياتي دكتور مرحبا أيضا الترحيب موصول للدكتور محمد حمزة رئيس منتدى الشرق الأوسط في القاهرة ومركز مقدس في غزة عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة تحياتي دكتور أهلا بك يا أخدأ أمير أهلا وسهلا دكتور عبدالله ودكتور محمد كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت الصحف من عنوين ومحاور ثم نبدأ حلقة الإجابة عن التساؤلات نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومع جريدة القدس القيادة تأمل بأن تشكل زيارة أوباما بداية سياسة أمريكية جديدة تؤدي إلى تجسيد قيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية والاتفاق على استحداث لجنة لمتابعة ملفات المصالحة ومن الحياة الجديدة خلال كلمته أمام القمة الإسلامية السيد الرئيس يقول نرفض أي زيارة لغزة تمس بوحدة التمثيل الفلسطيني ومصادر لكودية تبين أن نتنياهو يفكر بتعيين لفني وزيرا للمفاوضات إلى صحيفة الأيام البيت الأبيض يقول أوباما لن يقدم اقتراحات سلام جديدة والاحتلال يواصل هدم وجهات أبنية إسلامية عريقة في ساحة البراق في القدس ننتقل إلى أهم الصحفة العربية ومن جريدة الدستوري نبدأ في حوار له مع الصحيفة الناطق الإعلامي لشؤون اللاجئين السوريين أنماري الحمود لقول لا يوجد فلسطينيون من حملة الوثائق بين اللاجئين السوريين إلى صحيفة الغد رفض فلسطيني لتدخل الكونغرس الأمريكي بالمصالحة ومن الخليج الإماراتية اغتيال السياسي شكري بالعيد يشعل تونس احتجاجا وعنفا نصل إلى الأهرام المصرية القمة الإسلامية تدين إسرائيل وتطالب بحقن الدماء السورية ومصر تدعو إلى حل النزاعات سلميا ومواجهة محاولات إثارة الكراهية والعنف إلى أهم عنوين الصحفة العربية الصادرة في لندن نبدأها من القدس العربي نجاد يتهم قوى غربية ودولية وإسرائيل بالسعي لزعزة الاستقرار في المنطقة ويؤكد أن بلاده أصبحت دولة نووية ومن الشرق الأوسط قمة ثلاثية بين قادة مصر وتركيا وإيران لبحث الأزمة السورية نصل إلى أهم عنوين الصحفة الإسرائيلية ومن صحيفة هاريتس نقرأ مستشار الأمن القومي يقول البناء في الاستيطان يسبب أضراراً سياسية إلى صحيفة يدعوت أحرانوت نيتنياهو ولبيت سيحاولاً التقدم في المفاوضات لتشكيل اقتلاف الحكومي ومن صحيفة معرف خطة الحكومة لتنظيم الأراضي في النقب لا يمكن تنفيذها لأن الأرض التي ستتحول للبدو مقام عليها معسكرات للجيش وختام هذه الجولة بأهم الصحفة الأجنبية ومن واشنطن بوسي نبدأ مرسي يحاول فرد سياسة خارجية مستقلة لمصر واستعادت قيادتها التاريخية أما نيويورك تامس فكتبت الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد مرسي لصوابه وتجبره على التراجع عن التقارب مع إيران وأخيراً من الغارديان البريطانية أمريكا استخدمت قاعدة سرية في السعودية لضرب القاعدة في اليمن أهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام والترحيب أيضاً موصول لضيفي في الاستوديو وأيضاً من القاهرة نبدأ أبدأ معك دكتور عبدالله عبدالله حول قمة الإسلامية في القاهرة ما خرجت به أو ما استنتجناه من كلمات سواء العهل السعودي ولي العهد السعودية الأمير سلمان بن عبد العزيز وما قالوا من تحميل لمجلس الأمن مسؤولية ما يجري في سوريا وفلسطين واعتبر أن فشله هو سبب استمرار هذه المعاناة ودع المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليات وما قالوا أيضاً السيد الرئيس في كل خطاب وأيضاً محمد مرسي الرئيس المصري وما قالوا هل تعولون على هذه القمة الإسلامية بأن يبنى عليها خطوات عربية مستقبلاً سواء في دعم الصمود الفلسطيني على الأرض أو في حراك على مستوى مسيرة السلام مثلاً أو على مستوى المحافل الدولية سواء مجلس الأمن وغيرها محكمة الجينات الدولية بغض النظر كل التفاصيل هذه يعني القمة الإسلامية تضم 57 دولة إسلامية تشكل وزناً كبيراً في المجتمع الدولي لكن هذه القمة الإسلامية أيضاً المطلوب وحدة موقف صلب من كافة أعضاء هذه القمة أثناء التصويت على قرار الاعتراب بفلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة وجدنا أن بعض أطراف هذه القمة لم يؤيد ذلك الطرح يعني بحاجة إلى صلابة أكثر إنما دائماً القمة الإسلامية تلعب دوراً منذ تأسيسها في العام 1974 وهي تلعب دوراً مسانداً للقضية الفلسطينية سنحتاج هذه القمة بقرارات والعضاء الفاعلين فيها في التوجه للمجتمع الدولي في التوجه إلى مجلس الأمن لأننا لا شك أن التحديات بنواجهها إذا لم تجد حلاً سريعاً بالطريق أن نذهب إلى مجلس الأمن وأن ندافع عن حقوقنا بحاجة إلى هذه الأطراف ونحن واثقون أنها لن تبخل علينا بذلك طبعاً في جانب آخر يعني هذه القمة أريد منها أيضاً أن تشكل للأسف الشديد يعني بعد لم نستطع أن ننفذ ما أقرته القمة العربية من شبكة الأمان للسلطة الوطنية الفلسطينية هذه القمة تعهدت بشبكة أمان للقمة الفلسطينية نرجو أن يكون أكثر قدرة على تلبية هذا القرار من القمة وأن يقوموا بتنفيذ ذلك طيب أتحول إلى القاهرة حيث الدكتور محمد حمزة دكتور ذات السؤال وإن حمل سياقاً آخر في ضوء ما أثارت القمة بحضور أحمد نجاد والقمة الثلاثية التي جرت بين تركيا وإيران ومصر على هامش القمة الإسلامية وما در أيضاً من الخطب أثناءها هل تعتقد بأن هناك محاور جديدة شكلت؟ هل تعتقد بأن هناك أطرافاً ربما ستأخذ دوراً ريادياً فيما كانت مهمشة في السابق؟ ما الذي يجري وما الذي نتوقعه؟ أولاً دعيني أعطف على ما قاله أخي عبد الله من أن هذه المنظمة تعتبر المنظمة الثانية من حيث العدد على الأقل بعد الأمم المتحدة 57 دولة تنضوي تحت هذه القمة لكن هو جسم ديناصوري كبير يحمل أقل من عقل عصفور صغير لأن فعالية هذه القمة لا تكاد تبدو للعين ولا تؤثر في الوضع الدولي ولا في حتى الوضع الإقليمي هذه القمة تأسست في أعقاب الحريق الحريق الغاشم الذي تعرض له المسجد الأقصى ومنذ تلك الفترة وحتى وقتنا الراهن لم تستطع هذه القمة رغم حجم من ينهمون إليها وقدراتهم وإمكاناتهم الاقتصادية والمالية والبشرية إلى آخرية أن توقف لا تهويد القدس ولا الاعتداء الاستمراء المستمر على الأقصى ولا حتى تقسيم مزيد خليل الرحمن في الخليل ولا تقوم بأي فعل حقيقي وبالتالي فإن الجانب الفلسطيني الذي رحب بالقرارات التي ستصدر أو على الأقل مسودة القرارات التي ستصدر عن هذه القمة كان متحفزا في نفس الوقت على إمكانية تحويل هذه القرارات إلى إجراءات عملية ما علينا مليار ونصف تقريبا من المسلمين الذين ينضوون تحت هذه المنظمة لو أنهم خلال ثلاث سنوات وهي الرئاسة كل فترة جمعوا مليار مليما كان يمكن إنقاذ القدس أو على الأقل الحد من عمليات تهويدية هذه مسألة أولى يجب أن نذكرها حتى لا نرفع سقف التوقعات من هذه القمة بالمناسبة الشارع المصري قابل هذه القمة ببرود شديد ونعرف أن أهم حدث كان موازيا لهذه القمة هو حضور أحمد نجادة والرئيس إيراني يزور مصر منذ 35 عاما استقبل بما يليق به وبما تليق به السياسة الإيرانية على الأقل تجاه شعبها أولا تجاه الشعب الإيراني الذي تقمعه وإيران ليست نموذجا يمكن الاحتزاء به لأنها قمعت من قبل قبل ما ينشب الربيع العربي هي مارست قدرة قمعية هائلة على شعبها وتمارس هذه القدرة على العرب الإيرانيين وعلى السنة في إيران وأيضا ما تزال تحتل كما نعرف جميعا تحتل الجزر الثلاثة في الإمارات تتدخل في عديد من الدول العربية تزامن مع حضور أحمد نجاد العصور على مركب أو الاستلاء على المركب التي كانت تسلح الحوسيين إلى آخر هذه ولذلك استقبل الرئيس الإيراني بما يستحقه لا يمكن القول بأن العلاقات المصرية الإيرانية سوف تتطور نتيجة أولا الغضب الشعبي في مصر على مواقف إيران تجاه السنة وأيضا لسبب أهم من ذلك وهو الولايات المتحدة الأمريكية نعرف جميعا أن النظام في مصر رهينة للتأييد والدعم الذي توفره له مظلة الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستطيع هذا النظام أن يخترق هذه المظلة أو يعكس سرها ومصالحها وبالتالي هو استخدم هذه الزيارة التي هي تأتي في إطار مشاركته في القمة وليست زيارة دولة لاستخدمها في مناورة صغيرة جدا للتلويح لدول الخليج بأنه لديه بديل آخر ويمكن يلجأ إيلا أنا أعتقد أنها ضربة مرتدة إليه ما أصفرت عنه هذه القمة أيضا أن الصيغة الرباعية التي اقترحها الرئيس مرسي فشلت فشلا زريعا لأن إيران ليست جزءا من حل المسألة السورية بل هي جزءا ضالعا في المشكلة السورية أذكر هنا بأن الرد على مبادرة معاذ رئيس الاخلاف الوطني معاذ الخطيب جاء من قبل رئيس هيئة الأمن القومي الإيراني في دمشق واشترط أن تكون في دمشق لم ترد سوريا ولكن ردت إيران بالنيابة عنها وبالتالي انسحب الولي العهد السعودي من الاجتماع الثلاثي لأنه لا أمل في أن تكون إيران جزءا من الحل وهي جزءا من المشكلة لكن هذا الارتباط أذكر هنا بالاجتماع الخطير الذي أشرت إليه في أكثر من مقابلة ومعك تحديدا الذي جار في القاهرة وأضم خالد مشعل من جهة ورئيس الوزراء التركي والشيخ حمد أمير قطر هذا استمرار للمحاور التي يحاول أن يبنيها النظام المصري من جهة مع إيران من باب خلفي حتى يسبب غضبا للولايات المتحدة ومع تركيا من باب آخر أذكر هنا بأنه اليوم جار اجتماع سنائي ما بين الرئيس وما بين الرئيس الوزراء التركي بعيدا عن محافل المؤتمر لا نستطيع أن نتحدث عن تطوير للعلاقات لكن هذا الجسم الديناصوري الكبير يفتقد كثيرا إلى فعاليات إلى قدرة على ترجمة قراراته إلى فعاليات حقيقية تؤثر إما في المجتمع الدولي أو على واقع العرب والمسلمين دكتور أنا أريد بعد إذنك دكتور عبدالله أن أستمر معك في نقطة مهمة دعوة الرئيس الإيراني أحمد نيجاد لجبهة الإنقاذ للاجتماع معهم مثلا الذي كانت اليوم من المفترض جبهة الإنقاذ رفضت الاجتماع بأحمد نيجاد هذه الخطوة في الداخل المصري كيف يحسبها المصريون وعن ماذا تعبر من الجانب الإيراني ما الذي تريد إيران يعني إضافة إلى ما تفضلت من تشكيل محور آخر أو ضلوع في فرض نفوذ وإلى آخره هل تعتقد بأن الفجاجة الإيرانية في التعامل مع القضايا العربية والتدخل بها يمكن أن تمر مرور الكرام أنا لا أعتقد ذلك إيران بالمناسبة وذكرنا ذلك في أكثر من لقاء أن إيران تعتبر مصر حتى بالأدبيات الفارسية نفسها الجائزة الكبرى هي تعتقد أن مصر كانت أيام الفاطميين متشيعة وأنها يمكن أن تستعيد ذلك وأن مصر بسقالها ومكانتها أهم بالنسبة لها من أي شيء آخر ولذلك حرصت عبر يعني عشرات الطرق إما سياسيا أو حتى بتهريب الأسلحة وتكوين جماعات متماسلة معها سواء في سيناء لإصارة القلاق لإرسال مندوبين من حزب الله كما خلية حزب الله التي أقيمت في سيناء أو بعد الطرق أخرى أن تخترق الجانب المصري هو يحاول الآن أن يأتي من باب الواسع من باب العلاقة مع الإخوان المسلمين لكن هذه العلاقة التي تروق للإخوان المسلمين لكن لها محددات كما أشرت لا تروق للشارع المصري من جهة القوى السلفية والقوى الصوفية والسنية بشكل عام الشارع السني وهو الأغلبية المطلقة في موسك يرفض تماما المنهج الذي تتبعه ليس الشيعة لا أعمم لكن مدرسة ولاية الفقهة التي تزمأ للبيت ويعني تسيء إلى مكانات مكانة أل البيت لدى المسلمين السنة من جهة أخرى فإن المجتمع المدني لا يعتبر أن إيران نموزجا بالعكس يعني إيران إيران نموزجا للفاشية البنقصين الإسلامية للحكم الإسلامي الفاشي التي يمكن أن تسير على هدى بعض الجماعات رأينا ما حدث في كونس من تشكيل جماعات متماسل بسليل بازدران دكتور أتساءل هل حكم الإخوان المسلمين في مصر يختلف الآن عن ما تصفوا لحكم يختلف بحكم إرادة الشعب المصري مقاومة الشعب المصري إيران مررت ما مررته عبر عديد من السنوات على شعب قهرت الشعب الإيراني ومررت الحرس السوري وبازدران وقبضة الحكم القوية التي قمعت الشعب لكن في مصر هناك مقاومة عنيفة تمنع الإخوان المسلمين من استنساخ هذا النموز رأينا ما حدث بالأمس في تونس الجماعات المتحالفة مع حزب النهض اللي هو تنظيم الإخوان المسلمين التي اغتلت بالعيد بالأمس هناك تهديدات متماسلة حصلت في مصر من بعض المشايخ تفتي بقتل البرادعي وحمدين صباحي ونحن لدينا تجربة في فلسطين في غزة ما يسمى بالشيخ الأسطل الذي أفتى بقتل العلمانين والمنضوين للأجهزة الأمنية الفلسطينية كل هذه المدرسة العفنة السيئة التي تسيء للإسلام والتي تخرب المجتمعات وتعمل على تفكيكها إيران ليست موذجا يمكن أن يتبنى المصريين بكل أطراف ألوانهم السياسية والدينية نعم دكتور عبدالله عبدالله تعقيب أنا لا أريد أن أختصر القمة الإسلامية بالنموذج الإيراني أو بالمشاركة الإيرانية هنا يأتي مستوى الوعي عمق الوعي بمسؤولية قمة إسلامية والتي أنشئت أساسا من أجل حماية المقدسات وأولها المسجد الأقصى إلى أي مدى هذه القمة تستطيع أن تقوم بهذا الدور هنا أنا أعتقد هو معيار تقويم أو إعطاء مكانة لهذه القمة من عدمه حتى الآن هناك قرارات تأخذت منذ منذ العام 1969 حتى الآن نسبة تنفيذ هذه القرارات كانت محدودة جدا محاولات الاستغلال نعم جاه الملف الفلسطيني ولكن يعني لا نستطيع أن نلغي أو نهمش ما جرى في يعني على هوامش القمة لأنه نحن نبحث مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء هذه المحاور يعني ما نحن صحيح يعني الفرق يعني هنا لما أردت أن أقوله أنه هذه القمة هذه تعتبر مؤسسة من مؤسسات الإقليمية الموجودة في العالم وهذه المؤسسات الإقليمية إن أهملت ربما تذهب مناحي لا تفيد أحداً أو تفيد القائمين على ذلك الانحراف لكن نحن نريد هذه القمة أن تعود إلى الأساس الذي أنشئت من أجله هناك ميثاق لهذه القمة هذا الميثاق لا يسمح لدولة أن تعمل تجنحات أو تعمل تكتلات داخلية تصبح تلغي بعضها بعضاً كل واحد يحاول للآخر أهمية القمة الإسلامية كتجمع ل57 دولة ممكن الاستفادة منها سواء من خلال الإطار منظمة التعاون الإسلامي أو من خلال العلاقات الثنائية التي يمكن أن تقام بين الدول ذات التوجه المتقارب أو المشترك أو في هذا الاتجاه يعني يجب أن لا نجعل هذه القمة أسيرة لسياسة المعينة تقودها دولة أو يقودها زعيم طيب دكتور هناك ملف آخر أيضاً مهم أريد أن أستثمر فقط وقت الأقمار الاصطناعية مع دكتور محمد حمزة وهو من قلب المكان غداً اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية في ضوء يعني استكمال ملفات المصالحة على أمل الانقسام آخر الأخبار ما ورد عن عقد جلسة الكونغرس الأمريكي للبحث في مسألة المصالحة الفلسطينية في الاعتبار في نأخذ بالاعتبار أو في البالي هذه الجلسة للكونغرس الأمريكي وفي سياق انحياز الكونغرس للاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يعني توجهت الفصائل إلى القاهرة الاجتماعي غد البعض قال بأنه اجتماع الغد دكتور محمد هو الذي سيحدد نجاح المصالحة من عدمه في ضوء أنه هل ستخرج بشيء عملي أم ستبقى في إطار الجلسات والاجتماعات هل ترى بارقة أمل هل هناك ما أفرز حتى الآن من إيجابيات يمكن أن يعول عليها الاجتماع الغد يعني لم يكن من الممكن أن يلتأم هذا الاجتماع لما يسمى بالإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية غدا الذي من المقرر أن يترأسه الرئيس أبو مازن باعتباره الرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يكن من الممكن عقد هذا الاجتماع قبل أن تسمح حماس للجنة العليا المستقلة للانتخابات بالعودة إلى غزة مرة أخرى أشرنا ربما في لقاءات أخرى إلى أن حماس تركز على هذا اللقاء على منظمة التحرير باعتبار أنها حتى باعتبار على أساس التصريحات التي صدرت عن قياداتها أنها تتطلع إلى قيادة منظمة التحرير تحاول أن تقفز على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أنا أعتقد أنه لذلك هي مهتمة جدا ووضعت الأولوية لهذا الاجتماع لكن الضمانة الحقيقية هي ضمنطين الحقيقة الضمانة الأساسية هي وعي الجماهير الفلسطينية بأن لا تسمح لأحد باغتصاب هذا الموقع لتجييره إلى محاور نحن نعرف جميعا هذه المحاور أين تصب والمسألة الثانية هي أن وجود الفصائل الفلسطينية مجتمعة هي ضمانة أخرى حتى لا تحاول قوة ما أن تستفرد بهذه القيادة وتجيرها بتمويل قطري أو بمشروع كما نعرف جميعا يعني يصب في النهاية المصلحة المشروع السياسي الأمريكي الإسرائيلي لكن نحن نتطلع إلى هذا الاجتماع الذي سيؤكد على ضرورة المصالح وأهميتها أنا أعتقد أن الرئيس أبو مازن الذي عاند أكثر من مرة القرارات الأمريكية بما فيها مثلا حاولوا أن يثنوه على الحضور قمة دمشق فحضرها قمة سيرت فحضرها الاجتماع مع أحمد نجاد بالأمس يعني كمان اجتمع بأحمد نجاد سواء في طهران أو في القاهرة هو أيضا سيبزل جهدا مع القيادة الفلسطينية جميعها في الفصائل الفلسطينية لتفعيل منظمة التحرير التي تكون هي المظلة التي سيتم المصالحة من خلالها حتى لو كانت نوايا البعض لاستغلال هذا الاجتماع لمآرب أخرى أو لمشاريع أخرى أنني أعتقد أن الأغلبية من الفصائل الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير قيادة اللجنة التنفيذية قادرة على أن تضع هذا الاجتماع في مصار صحيح يعطي مظلة حقيقية المصالحة ويدفعها للأمام نحن لا نريد أن كل خطوة ننتزعها انتزاعا من الإخوة هل سيتم بالفعل أن تتحقق هذه المصالحة هل تعتقد بأنه نقاش حول مثلا هل الانتخابات التي ستجري لمنظمة التحرير ستكون هل سيطرع عليها اختلاف بعد حصولنا على اعتراف الدولة المراقب في الأمم المتحدة عبد المجيد سويلم كتب مقال اليوم حول هذا الموضوع وطرح تساؤلات أسئلة على جدول أعمال اجتماعي القاهرة قال في صحيفة الأيام قال بأنه هل المجلس الوطني سيكون برلمان منظمة التحرير أم سيكون برلمان دولة فلسطين المحتلة أم أيضا المجلس التشريعي هل سيكون المجلس التشريعي للدولة الفلسطينية أم للسلطة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير أو تحت إطار الدولة الفلسطينية هل تعتقد بأن أسئلة جدلية كهذه بحاجة إلى إجابة بأن نستفيد وأن ننتزع سيادة من هذا الاعتراف في أمورنا الحياتية هل ستطرح هذه القضايا؟ هذه واحدة صحيح هذه واحدة من الأمور التي يجب أن تبحث حتى الآن الطرف الآخر في المصالحة والطرف الإخوة في حماس لا يقيمون مسألة الاعتراف الدولي بالفلسطين حتى وإن كانت دولة غير عضو بما تستحقه من أهمية يجب كل المبنى السياسي الفلسطيني يجب إعادة مواءمته مع هذا المتغير الجديد وإلا نكون كمان حصل على شهادة وعلقها على الحائط في منزله فقط لمجرد التذكير الآخرين بأنه حصل على هذه الشهادة كل المبنى السياسي الفلسطيني يجب إعادة مواءمته مرة أخرى مع هذا المتغير الهام بما فيها قيادة منظمة التحرير المجلس الوطني البرلمان هذه الدولة الجديدة الناشئة بس هذا يتطلب أولا أن كل الفصائل بما فيها فتح بالمناسبة يجب أن توائم نفسها مع متطلبات هذه الدولة مع استحقاقات هذه الدولة وإلا نكون كما حصل على اعتراف ثم يعني تخلى عنه بما فيها الاجتماع الغد يجب أن يكون على قائمة أولوياته كيف نستطيع أن نحول هذه الدولة من دولة غير عضو إلى دولة عضو إلى مؤسسات حقيقية لدولة قيد الاعتراف بها يعني تم الاعتراف بها على أنها دولة غير عضو كيف يمكننا أن نستفيد من كل هذه الأطر مجلس الوطني وضغطه الأساسية أن ينهي حالة الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني حقيقة وبالتالي فإن مسألة الدولة هي مسألة حاكمة يجب إعادة الاعتبار الفصائل بما فيها فتح والإخوة في حماس وكل الفصائل مع هذا المتغير الجديد والهام والحيو الأساسي الذي طرأ على السياسة الفلسطينية الجديدة شكرا لك دكتور محمد حمزة رئيس منتدى الشرق الأوسط في القاهرة ومركز مقدس في غزة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثتنا من القاهرة شكرا لك دكتور عود إليك دكتور عبدالله رأيك فيما تفضل فيه الدكتور محمد حمزة بالإضافة إلى هذه التساؤلات التي فعلا هي تساؤلات محورية لاجتماع الغد نعم اجتماع الغد في الحقيقة سيكون مكرسا إلى ما تم الاتفاق عليه سابقا كيف تنفذ بآليات محددة لإنهاء حالة الانقسام تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على ضوء الاعتراف الذي تم في 29 نوفمبر الفائت يأخذ مناحي جديدة مثلا أي حكومة تشكل يجب أن نحن الآن أصبح عندنا دولة معترفة فيها في الأمم المتحدة بغض النظر إن كانت مراقب أو دولة كاملة العودية إنما دولة هذه الدولة لها مؤسساتها لها برلمانها لها حكومتها لها أجهزتها لكن بسبب تشتت الشعب الفلسطيني وتشرده منذ العام 48 حتى الآن في عديد دول العالم وهناك منطقة محدودة جدا اللي هي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية اللي يمكن أن تكون قاعدة الدولة الفلسطينية المستقبلية لابد أن نبحث في تأسيس مؤسسات هذه الدولة لتكريس هذه الدولة من مؤسساتها البرلمان اللي هو المجلس الوطني الفلسطيني مجلس الوطني ينتخب ينتخب لبرلمان دولة فلسطين الحكومة هناك حتى الآن الدراسات ما زالت تسهير وحتى لم يتبلور الصيغة النهائية لذلك لكن أنا بعتقد أنه الحكومة دولة فلسطين هي يجب أن تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه الحكومة لأنه في خدمات في مسؤوليات تجاه أغلبية الشعب الفلسطيني في الشتات أكثر من يعني نقول وكأنه عندنا حكومة حكومة الأم لكل الشعب الفلسطيني وحكومة الأراضي الفلسطيني يمكن أن تشكل إدارات مش بالضرورة نسميها ما نسميها في مدام عندنا حكومة دولة فلسطين هذه الحكومة ممكن أن تعمل إدارات وقلت لك يعني هاي ما زالت في باب النقاش والحوار للوصول لأفضل الصيغ لأفضل الصيغ القانونية لأفضل الصيغ الإدارية كذلك والتنفيذية ممكن أن تكون إدارات في الضفة الغربية موازية أو غطاء غزة والقصة الشرقية إلى أن تقام الدولة فعليا تكون منظمة التحرير الفلسطينية الليجة التنفيذية هي الحكومة وعندها إدارات تابعة لتلك الحكومة وليس مفصلة عنها نفس الشيء البرلمان ممكن أن يكون النواب المنتخبون لتمثيل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده الأعداد اللي تنتخب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تكون هي المشرع للإدارات القائمة في الوطن باعتبار أنه في عمل يومي ولكن يبقى المجلس الوطني هو الجهاز التشريعي الذي يعطي ويقر الحكومة وبرامجها وسياساتها والإشراف عليها ما زالت هذه طبعا في طور الدراسة هذه وجهة نظر هذه وجهة نظر ما زالت تحتد لكن واضح تماما أنه مدام عندنا دولة ترفع فيها كدولة بغض النظر عن مستوى هذا الاعتراف مراقب أو كامل عضويا يجب أن يكون لنا دستور يجب أن يكون لنا برلمان يجب أن يكون لنا حكومة يجب أن يكون لنا قضاء نحن سنتابع كل هذه التفاصيل وأيضا زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة في العشرين من آذار وقبل جون كاري وزير الخارجية ولكن بعد هذا الفاصل القصير دكتور عبدالله عبدالله القناعي مشاهدين الكرام فاصل ونعود أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وأنا نعود لحلقة النقاش والإجابة عن التساؤلات يعني نحن في معرض إجابة أكثر منه تحليل بزيارة الرئيس الأمريكي وما دار حولها ومحاولة تجييرها من الجانب الإسرائيلي من إنها لنقاش ملفات المنطقة ويعني على الهامش مسيرة السلام مع الجانب الفلسطيني أو ما قالوا مثلا المتحدث باسم البيت الأبيض من المبكرة نتحدث عن ما سيتم الحديث عنه لأن الزيارة ستكون بعد أسابيع الآن الحديث عن أن جون كاري سيأتي تحضيرا لهذه الزيارة هل تعتقد بأن أوباما يحمل جديدا في هذه الولاية الثانية لملف الشرق الأوسط المركزي وهو صراع العرب الإسرائيلي مع إسرائيل؟ هل أنتم متفائلون؟ يعني سمعنا ترحيبا من منظمة التحرير الفلسطينية والدعوة لأن يكون يتدخل بشكل جدي وهو شخصيا لتجسيد قيام الدولة وفق الشرعية الدولية هل أنتم متفائلون؟ هل وصلت إشارات ما من الجانب الأمريكي إليكم؟ حتى الآن لم تصل إشارات واضحة ولكن أن يأتي الرئيس أوباما إلى المنطقة في ولايته الثانية لا شك أنه سيكون الاهتمام الأول لديه هو عملية السلام في المنطقة عملية السلام ليست مربوطة فقط بالإسرائيليين والفلسطينيين عملية السلام مربوطة بمستقبل المنطقة كلها يعني الآن في تغيرات تحدث في عديد من المناطق ولا أحد يستطيع أن يجزم الصيغة النهائية لتلك التحولات ولكنها جميعا مرتبطة بمستقبل المنطقة الأمني بحل قضية عمرها أكثر من ستة عقود هي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي بشكل عام هناك محاولات أن تضع من جهة الأطراف الصهيونية وإسرائيل وغيرها تريد أن تضع أجندة الرئيس أوباما أنا لا أعتقد أن الرئيس أوباما سيكون خاضع لابتزاز بعض الأطراف لتضع له الأجندة التي يأتي من أجلها هو يأتي إلى المنطقة سيزور أكثر من بلد أكثر من طرف وأظن أنه يريد أن يكرس مشروعية حصوله على جائزة نوبل للسلام التي أخذها في ولاية الأولى ولكن دون أن يتحقق السلام لم يحقق منها شيء ربما يريد وهناك أصوات بدأت تظهر في الشارع الأمريكي لا يستطيع رئيس أمريكا أن يتجاهل تلك الأصوات يعني ليست فقط الأصوات العربية أو حتى الإسلامية أو الفلسطينية هي التي تدعوه لأن تكون أمريكا تنظر بموضوعية تنظر بحسب الموثيق الدولية بحسب قرارات الأممتحدة والمشروعيات والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كل هذه الأمور يعني يتوقع أن يأخذها الرئيس أوباما في الحسبان وهي فرصة فعلا فرصة نتمنى لها أن تنجح في معالجة الأساس ولا نريد أن الرئيس أوباما أكثر من ما ذكره في خطابه في 19 أيار من عام 2011 لألقاء منزلات خارجية الأمريكية عندما حدد أن الدولة الفلسطينية تقوم على حدود الرابع من حزيران عام 67 وحدد أيضا أن هذه الدولة ستكون دولة تعالج من خلال إقامتها كل الملفات التي نسميها قضايا الوضع الحل الدائم الحل النهائي في ذلك الوقت تكون على النقطة التي نريد نحن أن نركز عليها فعلا بعض من يريد المستشارين أو غيرهم الذين يريدون أن على الرئيس أوباما أن يدعو الطرفين للمفاوضات ويتركوا الطرفان تم الحديث في الأوساط الأمريكية بأنه لم تعد هذه الوسيلة ناجعة وهناك مؤشرات أنه سيكون هناك تدخل مباشر ورعاية تامة وأنه قد لا ينتظر قبول طرف أو رفض طرف لأي طرح في مسألة التسوية منذ الحرب العالمية الثانية بدأت في العالم طلع الإعلان العالمي لحق الإنسان طلعت انتفاقيات جينيف الأربعة بمن فيها اتفاقية حماية المدنيين في زمن الحرب التي تنطبق علينا تماما والأمم المتحدة قررت أن هذه الاتفاقية تنطبق على الجانب الفلسطيني في هناك قانون دولي أقر في هناك قانون دولي إنساني مزجه بين اتفاقية جينيف الأربعة وبين اتفاقية لهاي 1907 كل هذه الأمور صارت معالم على الطريق لأي نزاع كيفية التعامل معه من المستمعد أنه يترك الأمر للمحتل ليقرر ما على الواقع تحت الاحتلال أن يعمل ما بتمشيش يعني هناك خدي مثال بسيط جدا أنه جامعة تريد أن تعقد مؤتمرا في جامعة بروكلين في نيويورك وهناك أصوات أمريكا التي تقول بحرية التعبير وحرية الرأي تريد بعض الأطراف الصهيونية أن تكم الأفواه وأن تمنع هؤلاء يعبروا عن موقفهم لا يعقل أن تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقف مقابل كل العالم سواء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سواء التقرير اللي أعدته القاضية شني من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كله تقرير جولدستون قبل ذلك في الحرب الإجرامية على غزة 2008-2009 لا يعقل أن تكون إسرائيل هي الصح وكل الآخر غلط أو بمعنى من ينتقد إسرائيل هو الذي يجب عليه أن يتغير وإسرائيل تبقى كما هي هذا في وجهة نظر تقول طبعا مساندة لإسرائيل من أن أوباما وجد أن مصالحه ومصالح حلفاءه في المنطقة مهددة لذلك يريد تحريك ملف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأن وضع إسرائيل على المستوى الدولي سيء جدا مشوه جدا كما تفضلت عمدرول مثلا يعقوب عمدرول الذي سيتوجه أيضا للقاء رئيس مجلس الأمن القومي الذي سيلتقي نظيره في واشنطن قال بأن البناء في المستوطنات يلحق أضرارا كبيرة في إسرائيل ولكن اللي أهم من ذلك دكتور بالنسبة لنا كفلسطينيين مع أجرى المقابلة التي أجرتها وكالة PNN مع القنصل البريطاني العام في مدينة القدس السير فينسنت فين الذي قال بأنه لا يوجد مبادرة أوروبية من بريطانيا وفرنسا مدعومة من الاتحاد الأوروبي ونحن متفقين مع الولايات المتحدة على أن تكون هي صاحبة الملف الأول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في وقت سمعنا من الناطق أو ما تداولت وسائل الإعلام بأن أوباما مقال البيت الأبيض أوباما لن يقدم اقتراحات سلام جديدة طب يعني إذا ما نظرنا لما قال القنصل البريطاني وما تعولنا عليه ونقشنا كثيرا في الفترة السابقة مسألة المبادرة الأوروبية أنها ستطرح في آذار وأنه ما في اقتراحات جديدة لعملية السلام إذن لن يحرك هذا الملف هل تتفق؟ أولا دعني أذكر أنه كل مسؤول أمريكي من الرئيس أوباما إلى نائب سيد بايدن إلى مستشار الأمن القومي إلى حتى قائد القوات بيتريوس قبل أن يترك يروح على السياي كلهم كانوا يقولون أن إقامة الدولة الفلسطينية هي مصلحة قومية أمريكية وهي مصلحة أمنية يعني حتى وزير الدفاع الأمريكاني بنتا قال أنها مصلحة أمنية أمريكية من الصعب أن تتغير هذه البقولة إذن اهتمام أمريكا في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي بشكل عام هو اهتمام مصلحة القومية طبيعي بد يكون فيه عوامل مشجعة مساعدة الوضع العربي الآن ليس مشجعا كثيرا في آنيته لكن مستقبل هذا الوضع العربي سيكون خطير جدا إذا لم تأخذ الاحتياطات اللازمة والاستباق إلى حداثة الممكن أن تنجم هذه التغيرات التي تحصل كلها مهما حاول الآخرين أو الأعداء أو غيرهم أن يصوروا أن هذا فيه قفز عن الموضوع الفلسطيني لب هذه التحولات هو فلسطين هل تقول بأن الولايات المتحدة وأوباما وإدارة تقتنعوا بهذا الكلام وبالتالي حراكهم في هذه الزيارة وما بعدها من جهد حتيت سيصب في هذه الخانة؟ من حيث الاقتناع أنا مقتنع تماما أن الرئيس أوباما قبل أن يأتي للبيت الأبيض وبعد أن أتى في ولايته الثانية مقتنع بهذا الكلام تماما لكن الأمر ليس فقط اقتناع لا بد من إرادة هذه الإرادة تحكمها عوامل عديدة هذه الإرادة تحكمها مثلا الأوضاع الداخلية في أمريكا هذه الأوضاع تحكمها القوى المؤثرة في أمريكا اللي بيسموهم اللابيات يعني في محلات اختبار تحدد إلى أي مدى يعني أحدهم كان يقول أنه في تجربة في الكونغرس الأمريكي الآن اللي هي جلسات الاستماع يعني الموافقة على اختيار الرئيس أوباما للسيناتور السابق هيجل وزيرا للدفاع يعني هذه نقطة اختبار ربما يعني من يحكم السياسة الأمريكية اللابيات أم الإدارة المنتخبة من الشعب الأمريكي هذا جواب تجواب عليه الإدارة الأمريكية نفسها وليس نحن إنما نريد أن تكون هذه الإجابة في صالح رأي الشعب رأي الشعب الأمريكي ورأي الشعب الأمريكي أنه ما هي مصلحته أين تكمن هذه المصلحة من المآخذ اللي يخذوها على سيناتور هيج قبل ما يكون مرشع لما كان سيناتور عرض عليه مشروع قرار بده بشان يوقع عليه عدد من السيناتور رفض قل لهم أنا سيناتور أمريكاني مش سيناتور إسرائيلي هذه طبعا يعني ليس من قبيل التعصب للبلد ولكن أي مسؤول ينتخب من شعبه عليه أن يحمي مصالح هذا الشعب مصالح أمريكا كل الإدارات الأمريكية تعرف بأن السياسة الأمريكية الخاطئة اللي كانت متبعة في هذه المنطقة أدت إلى أن تخسر أمريكا سمعتها وجهتها لهذا السبب الرئيس بوش الإبن في دورته الثانية عندما شكل لجنة قومية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ووضع فيها كبار المسؤولين اللي سبق أن تحملوا مسؤوليات في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية سياستها أن يأتوا بحل وجاءت تلك اللجنة بأن أحد هذه الحلول أن تكون أقل انحيازا في تحركها في المنطقة وأن تبذل جهدا مكثفا لإيجاد الحل في الاصطراع الإسرائيلي الفلسطيني أو الإسرائيلي العربي وهذا الذي دفع الرئيس بوش في آخر عهده إلى عقل مؤتمر أنابوليس في نوفمبر قبل أنه مدته السؤالي دكتور هل تتصورون أنه فعلا كما تفيد الأنباء أو المؤشرات التي نلتقطها سواء من الولايات المتحدة أو من دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا وبريطانيا وما قالوا فنسل فين من أن هذا العام سيكون عاما حاسما على مستوى الملف الفلسطيني الإسرائيلي وأن الأمور يجب أن تحل ما سرب على المبادرة الأوروبية التي يلقيها الآن القنصل البريطاني إلى الولايات المتحدة وكأنه رفضا لتجاوز الولايات المتحدة أو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تسمح للدور الأوروبي بأن يتجاوزها وأن قام أوباما بالإعلان عن هذه الزيارة القادمة هل المضمون الذي احتوت المبادرة الأوروبية تلمسته؟ سمعت عنه؟ طرح عليكم؟ هل هناك مواقف فلسطينية تجاهها؟ خصوصا مسألات البلد القديمة في القدس سيدتي بالنسبة للمبادرة الأوروبية حقيقة إحنا لم نطلع على أي مبادرة أوروبية كان اقتراح إذا لم نتوجه إلى الأمم المتحدة في شهر نوفمبر الماضي كما حدث إذا لم نتوجه ونعطي فرصة للدارة الأمريكية على أمل أن يعاد انتخاب الرئيس أوباما لولاية ثانية فإن بريطانيا وفرنسا ستتوجهان مدعومتان من ألمانيا إلى الرئيس بوش في ولايته الثانية وكلها فرضيات عفوا الرئيس أوباما كلها افترضات يتوجه ويطلب منه ضرورة الإسراع في إيجاد حل حسب المرجعيات القانونية المعتمدة لكن هذا الكلام حقيقة لم يذهب يعني إحنا سمعنا أن الرئيس أولند في هذا الأسبوع يلتقي مع زعماء الجالي اليهودية ليطلحهم على أفكار يعني مفيت مبادرة ما هو أولند نفسه أعلن كمان عن المبادرة كمان دكتور نعم وكونه أنه بدي يجتمع مع زعماء الجالي اليهودية ليطلحهم على هذه الأفكار معناها فيه نوع من الجدية يمكن صار نشغله شوي في موضوع مالي حتى بس مقتنعين كلا الإدارتين الأمريكية عفواً البريطانية والفرنسية أنه لا يستطيع أن يعملوا بمعزن عن الإدارة الأمريكية نسبة هذه الاتصالات يعني أنا لا أستطيع أن أجزم كيف صحيح كان فيه اتصالات من فرنسا مع الولايات المتحدة بخصوص مالي وحصلت على دعم أمريكي في هذا التحرك لكن بالنسبة للشرق الأوسط حتى الآن لم تبرز وأخشى أن يكون أنهم حسوا نوع من الإيجابية ربما في الحركة عند الرئيس أوبانا فتركوا يتحرك وسيكونوا مساندين له وهذا وضح تماما في اجتماع لجنة مجلس حق الإنسان في مراجعة الدول اللي قاطعته إسرائيل لأول مرة وأول دولة في تاريخ الأمم المتحدة بتقاطع جلسة استماع لحالة حق الإنسان بالرغم من تشجيع أو ربما حث الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لحضور تلك الجلسة طيب سؤالي هو أنت قلت بأن أولاند سيجتمع مع رؤساء الجاليات اليهودية في فرنسا لإطلاعهم على هذه الأفكار ما الأفكار أيضا نشرت صحيفة يلعوت أحرانوت نشرت تفاصيل هذه الأفكار هل جهزتم في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين المحتلة مواقفا من كل بند على حدة يعني تم الحديث متوافقين على مسألة دولة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية أو مسألة تقسيم القدس هو قد يثير جدل أحلاء الأحياء العربية للعرب الأحياء اليهودية لليهود المناطق الدينية تحت وصايا دينية وداخل الأسوار تحت سيادة مشتركة من إسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة هكذا طرحت الفكرة في صحيفة يدعوت أحرانوت بالإضافة إلى قضايا أخرى يعني في حقيقة الأمر يعني كان في دراسة لهذه الأمور جميعا لكن لم تكن هناك مبادرة متبلورة وسلمت للقيادة الفلسطينية من الطرفين البريطاني أو الفرنسي أو كليهما لكن هناك فرق العمل في القيادة الفلسطينية لا تتوقف عن بحث كل الخيارات وكل الاحتمالات حتى وإن كانت فرضية إحنا لا نستطيع أن نبقى لنفاجأ بطرح ما يعني حتى زيارة الرئيس أوباما صحيح أنه السيد كيري ناقشها مع الرئيس أبو مازن في التصال الهاتفي وإحنا رحبنا بهذه الزيارة لأنه نعتبر أنه كونه قرر أن يأتي إذن فيه نوع من الحماسة لإيجاد حل طبعا لكن لوحدها بتكفيش يعني هناك استعدادات هناك اتصالات تجري من خلال قنوات عديدة لأن يكون حسب أشياء معتمدة مش سند إليها مش حسب أجندات يضحها الطرف المعيش طيب يعني ترحيب على أمل أن يكون في شيء جديد عند الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسألة أخرى أريد أن أشير إليها ما قاله وتفضل فيه سيد الرئيس في خطابه يوم أمس بالقمة الإسلامية حول أنه نحن مع تضامن مع شعبنا في قطاع غزة ولكننا نعترض ونستنكر زيارات رسمية إلى القطاع لأن هذا يكرس الإنقسام كنا نقشنا خلال الأسبوع مسألة ما قاله أحمد نجات في مقابلة تلفزيونية من أنه ينوي زيارة قطاع غزة إن سمحت له الجهات بهذه الزيارة ولم يسمي هذه الجهات سوى مصر أو إسرائيل من ناحية حتى أيضا موضة بعدها صار كمان ميقاتي نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني قال إسماعيل رضوان نقلا عنه بأنه ينوي إسماعيل رضوان طبعا القيادة في حركة حماس من أنه ينوي زيارة قطاع غزة أو تم دعوته لزيارة قطاع غزة هذه الموضة وأبعادها السياسية في هذه المرحلة ومن أي جهات تبرز أو تنهو يعني نجاد أمير قطر ميليزيا ميقاتي هل لديكم موقفا يمكن أن نقول بأنه سيكون حاسما في المرات القادمة يعني هل يكفي الشجب والاستنكار لهذه الزيارات هل مسألة أنها تكرس الإنقسام كافية لرفضها أو عدم الاستجابة لها ماذا ستفعلون لو كررت هذه الزيارات؟ أولاً يعني أوضح أنه طبيعة الزيارات التي تتب هناك زيارات من شخصيات من جماعات لإعلان التضامن من محاولة كما كانت مفهومة هذه المسألة دكتور نقشناها نحن لا نعترض على التضامن مع غزة أهلنا غزة جزء من فلسطين وأهل غزة جزء من الشعب الفلسطيني لحمهم لحمنا ودمهم دمنا نحن الرئيس في خطابه أكد على أنه وفي كل المحافل اللي يتحرك فيها أنه الحصار الظالم على غزة يجب أن يرفع العدوان الإسرائيلي يجب أن يتوقف والتضامن وأولها التضامن اللي بتمنى السلطة البطنية الفلسطينية يعني لا يتركوا غزة وحدها إن كان في الدواء إن كان في الكهرباء إن كان في كل هذه القضايا اللي يتمس حياة المواطن هذا شيء ولكن بعض الزيارات الرسمية اللي تأخذ طابع رسمي رئيس دولة رئيس وزارة كذا هذه لها موضوع آخر يمكن أن تفسر وفي بعض المرات تفسرت بأنها دعم لهذا الوضع القائم في غزة الوضع القائم في غزة وضع شاذ غير قانوني وهو انقسامي نحن نبدل كل الجهد ونطلب حتى مساعدة الأشقاء والأصدقاء في إنهاء حالة الانقسام للساحة الفلسطينية أرضا وشعبا يعني إحنا كيف نتوجه إلى دولة مثل الأرجنتين مثلا ونطلب دعمها للدولة الفلسطينية ودعمها للحق الفلسطيني ونحن لا نستطيع أن نحصل على ذلك بين بعضنا البعض لذلك إنهاء حالة الانقسام تأخذ أولوية قصوى في العمل الفلسطيني على الصعيد العلاقات تأخذ هذه الزيارات طابع إذا كانت بصفة رسمية إحنا نعتبرها بهذا الشكل تكريس لحالة الانقسام وربما تصليب مواقف تعيق إنهاء حالة الانقسام من هذا المنطلب اتصالاتنا مع الدول أو مع الشخصيات المعنية حتى لا تأخذ طابعا سياسيا طيب كيف تجعلها لا تأخذ طابعا سياسيا بطبيعة الزيارة لما تتم قصدك البروتوكولات والمراسم وما إلى ذلك نعم لكن بمعنى قبل أن تجري الزيارة قبل أن تجري الزيارة حتى لا تكون تكريسا للانقسام إحنا قلنا للأشقاء في مصر بوضوح إنه أي شخصية تريد أن تزور قطاع غزة مصر يعني بدون إذن مصر بدون موافقة مصر لا يمكن أن تتم بناشى نقول لكم موافقة إسرائيل كذلك أيوة بس مصر مش هي الجانب الشرع الفلسطيني عشان هيك إحنا بنتعاون مع بعض يعني الآن في مأزق في الساحة الفلسطينية يعني لا يخفى على أحد هذا المأزق كيف نريد أن نضيقه في أضيق نطاق حتى ننهيه حتى نمسعه هذا بدنا تعاون الجميع لمن يريد أن يتعاون معنا لا نفرض على أي دولة أن تتعاون معنا في هذا المجال ما هو أنا هذا سؤالي الأول إنه بما أنه لا فرض في مسألة التعاون إذن في فرض في مسألة ردة الفعل يا دكتور في ردة الفعل إحنا نتوجه بقوة وبتصميم على إنهاء الانقسام وإنهاء هذه الظاهرة الشاذة في الساحة الفلسطينية وإلا وإلا بتكون يعني نفس القوة بنحط الجميع أمام مسؤولياتهم أمام شعبهم أمام تاريخهم كيف يعملوا على تمزيق الصف الفلسطيني انظري أنت إلى ردود الفعل الدولية أول رد فعل من اللجنة اللي شكلها مجلس الأمن لبحث الطلب الفلسطيني نعم كان من بنوديها من ضمنها أنه هذا ما فيش سيادة كاملة على كل الأرض كذلك بعض التصريحات اللي بتطلع من بعض المسؤولين في غزة تشوه الموقف الفلسطيني تشوه الوحدة يعني حتى أوسلو على كل ما قيل فيه أكثر مما قال مالك في القمر أسلو أكدت على أنه قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وحدة ترابية واحدة طيب نحن من الذي قسم هذه الأرض ومن الذي يريد أن يبقيها مقسمة يجب أن ننظر إلى مخططات الآخرين وتكون إحنا ردودنا لمنع مخططات الآخرين أن تنجع طيب دكتور سؤال أخير ماذا تقول للشارع الفلسطيني الآن وقد أعلنت أعلنت حركتي فتح وحماس في الاجتماع السابق في القاهرة على سقوف زمنية لإنهاء ملفات محددة لإنهاء الانقسام منها مسألة منظمة التحرير التي قيل بأنها تحتاج إلى الوقت الأطول سقوف الزمنية كانت في آخر شهر كانون ثاني وقد تعدناها نحن الآن اقتربنا من الثامن من من شباط وهو موعد اجتماع لجنة منظمة التحرير عدم الالتزام بهذه السقوف الزمنية التي وضعتموها أنتم يعني المجتمعين ماذا تقول للشارع الفلسطيني الذي يتهم وبصريح العبارة بأن هناك مماطلة وهناك تلك وهناك نوع من يعني التذرع بقضايا محددة في ملفات مثل لجنة الانتخابات أو المصالحة المجتمعية أو الحريات وما إلى ذلك من ملفات ضمن إطار انهاء الانقسام أولا أنا يعني أتفهم تماما حالة الإحباط عدم التصديق تعرفي قصة الراعي والذيب هذه في عدم الشحبي الفلسطيني نظل نقول صارت انتهى الانقسام اجتماع لإنهاء كذا ولا ينتهي صار المواطن غير واثق من تصديق ما يسمع أولا يعني في عندنا مشاكل هذه المشاكل الانقسام كان هو سببها وإذا أردنا المثل الشعري بقول لا تقطع الذنب الأفعى وترسلها إن كنت شاهما فأتبع رأسها الذنب كل المشاكل اللي ممكن نواجهها ونحن نعلم واجهنا مشاكل داخلية غير صحية يجب أن تنتهي ولكن حتى تقطع هذه المشاكل من جذرها تخلعيها من جذرها ولا تعود يجب أن ننهي حالة الانقسام بإنهاء حالة الانقسام تكون لنا مؤسسة واحدة يكون لنا قيادة واحدة يكون لنا خطار سياسي واحد وعندها وعندها عندها كل هذه القضايا القانون يتعامل معها كخروج على القانون ويتم التعامل معها بهذا الشكل وعلى كل دكتور نحن سنراقب كإعلاميين وكمراقبين سنراقبكم سواء حركة فتح أو حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية بعد اجتماع الغد لأين ستصلون بملفات المصالحة ولكن كان سؤالي أنت تقول هناك من يقول بأن هذا إدارة للانقسام وليس إنهاء جذري أنت تقول بأن العمل يجري على إنهاء جذري لهذا الانقسام صحيح؟ إدارة الانقسام لا تخدمنا نحن الآن يجب أن تعاد وحدة الأرض والشعب وأهمنا وحدة المؤسسة والقيادة هذا الذي نسعى من أجله وغير ذلك بيكون تكريسة للانقسام وعند قد يكون الانقسام هو مقدما للانفصاد شكرا لك دكتور عبدالله عبدالله رئيس لجنس السياسات في المجلس التشريعي لأسف داركني الوقت شكرا جزيلا لك أيضا الشكر موصول لمن كان معي من القاهرة عبر الأقمر الاصطناعية دكتور محمد حمز رئيس منتد الشرق الأوسط في القاهرة ومركز مقدس في قطاع غزة إلى هنا مشاهدين الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم الأحد هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية إلى زاوية الكاركاترية تفضلوا دمدن بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة